طيب خبر تاني بعثت منتخبنا الأولمبي بتتجه إلى المغرب لأداء معسكر ختامي يعني بيتخلله لقاء ودي قبل التوجه طبعا لمدينة طنجة لبدء الاستعدادات والتجهيز للمباراة الرسمية في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة اللي بتقام في المغرب في الفترة من 24 يونيو إلى 8 يوليو والمؤهلة إلى طبعا دورة الألعاب الأولمبية القادمة باريس 20-24 اللي هيتأهل إن شاء الله من خلال هذه البطولة بيتأهل أصحاب المركز الأول والتاني والتالت بيتأهلوا مباشرة إلى باريس المركز الرابع حيكون عنده ملحق مع نظيره من قارة أسيا على التسكرة الرابعة منتخبنا الوطني حيبدأ إن شاء الله مبارياته يوم 25 يونيو الجاري أمام المنتخب النيجر ثم حيتقابل مع منتخب مالي وبيختم لقاءات المجموعة بمواجهة الجابون يعني لو بنشوف الأسماء كده الناس تقول لك مجموعة سهلة لا المجموعة مش سهلة الحقيقة كل المنتخبات اللي بقول لحضراتكو عليها إذا كان مالي أو الجابون أو يعني أو النيجر خلاص ما بقاش المنتخبات دي تولاد ممكن تكسبها أربعة خمسة بسهولة لا اللقاءات هتكون صعبة الجابون فريق كويس أوي بتكلم على منتخب مالي فريق كويس أوي حتى النيجر ممكن تلاقي فيه بعض العناصر المميزة كل التوفيق لمنتخبنا كلنا وراء منتخبنا الأولمبي إن شاء الله عشان نشوفه في أولمبياد باريس عشرين أربعة وعشرين زي ما أقول لحضراتكو البطولة بتقام في المغرب دي المجموعة بتاعت منتخب مصر المجموعة التانية بتضم المغرب غانا وغنيا والكونغو وطبعا إن شاء الله زي ما قلت لحضراتكو أول تلاتة يتأهل رسميا لأولمبياد باريس عشرين أربعة وعشرين الرابع بيكون عنده ملحق مع فريق أو منتخب من أسيا زي ما أقول لحضراتكو إن شاء الله تكون فعل خير لأن المنتخب اللومبي كمان منتخب مهم جدا جدا في المشوار اللي جاي وبقول كده كمان روي فيتوريا حضراتكو عارفين في مباراة أو استعداد لمباراة غينيا ضم ست عناصر من موليد 2001 أو من منتخب اللومبي كانوا موجودين في التدريبات وبدأ يفكر في عملية النزوم بالأعمار السنية وده مهم جدا يكون عندك منتخب اللومبي على مستوى عالي جدا يقدر يكون حلقة وصل وعناصر مميزة للفريق الأول وزي ما أقول لحضراتكو بطولة الأولمبياد دي محفل عالمي كاللي يا الشرف أن أنا أكون موجود في أولمبياد لندن 2012 وتبقى محفل عالمي وفرصة كمان للعبين دول أن هم كمان يحترفوا من بدري يعني خلاص حتة من بدري هو عنده خلاص 23 سنة لكن فرصة كبيرة بيتعرف يعني بيكون فيه الإيجن كله الاندية موجودة كلها بمستويات الفرق الموجودة والمنتخبات الموجودة بتكون محفل عالمي الحياة للأولمبياد شيء عظيم جدا نتمنى إن شاء الله بإذن الله نشوف منتخبنا الأولمبي موجود إن شاء الله ومتواجد في باريس 20-24 ومتواجد في باريس 20-24